السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصفحة ركم 94 سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين ببذل الأموال والأنفس على القاعدين عن الجهاد درجة ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده سبحانه وتعالى يقول تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هذا السواب منازل بعضها فوق بعض في الجنة مع مغفرة لذنوبهم ورحمته سبحانه بهم وكان الله غفورا لعباده ورحيما بهم يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تقول لهم الملائكة في حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين فيجيبون متعذرين كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها على أنفسنا فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار وساءت مرجعا ومآبا لهم يقول تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب سبحانه وتعالى فيها في الآية التالية فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر فيها متحولا وأرضا غير أرضه التي تركها ينال فيها العزة والرزق الواسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم وسبب نزول هذه الآية أن رجلا اسمع القصة أن رجلا كبيرا في السن كان يسكن في مكة وهذا الرجل معذور لأنه كبير في السن لا يستطيع الهجرة ولكنه لم يتحمل وجوده في مكة في وسط الكافرين وبرودة الكفر في مكة وكان يتخيل الصحابة كل يوم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويصلون خلفه فاشتاق إلى الهجرة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الهجرة إلى النبي في المدينة المنورة ونعلم أن المسافة بين المدينة ومكة قرابة ربعمية وخمسين كيلو متر مسافة كبيرة جداً ليس صغيرة ولما قطع مرحلة من الطريق إلى المدينة شعر بدنو أجله وحس بالتعب وحس أنه يموت خلاص وأنه يفرق الحياة فماذا فعل عمل إيه الرجل ده ضرب كفاً بكف ضرب إيده على بعضاً مش ضرب إيده كفاً بكف يعني أنا أدمن لا ضرب كفاً بكف الأولى وقال اللهم هذه بيعتي لك وضرب الكف الثاني وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك فنزلت هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعه ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً فلم يحدد له أجراً ولكن قال أجره علي أنا وإبهاب الأجر دليل على عظم الجزاء يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة وبينة وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر في حال الأمن أيضاً ومن السنة قصر الصلاة في حال السفر وأجمع العلماء على أن المسافة إذا زادت عن 80 كيلو متر تقريباً يشرع قصر الصلاة يعني تخسر الصلاة الرباعية بدل ما هي أربع ركعات تكون ركعتين وكذلك جمع الظهر مع العصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير يعني إما جمع تقديم في وقت الظهر وإما جمع تأخير في وقت العصر وكذلك يجمع بين صلاة المغرب مع صلاة العشاء إما جمع تقديم في وقت صلاة المغرب أو جمع تأخير في وقت صلاة العشاء والمغرب والفجر كما هما المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين وهنا في ملحوظة بقى في حال السفر في يوم الجمعة فلا تجمع صارات الجمعة مع صارات العصر يعني إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد اللي هو مسافر فيها فلا يجوز له أن يجمع معها العصر ولكن ينتظر إلى العصر في وقت العصر ويصليه رقعتين في موعده ولكن إذا صلى يوم الجمعة إذا ما حضرش الجمعة مع الناس وصلىها ظهرا ظهر فيجوز له أن يجمع في هذه الحالة الظهر مع العصر رقعتين من فوائد الآيات واحد فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم اثنين أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرد الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم ثلاث فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده أربعة مشروعية قصر الصلاة في حال السفر معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات الآية رقم خمسة وتسعين كلمة أولي الضرر يعني أرباب العذر المانع من الجهاد الآية رقم مية كلمة مراغما يعني مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه الآية رقم مية واحد كلمة يفتنكم يعني ينالكم بمكروه تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة